اشتركوا في القناة ماضي لها السيارة بالرغم ان المرسيدس قاعد تقول وكل الدنيا قاعد تقول ان السيارة هذه اول مرة تطلق الـ 2023 حان الان في الـ 2024 اللي هي الـ CLE الكوبيه والكابريليه الجديدة بالكامل ولكن لها تاريخ قديم رح نتكلم عنها اليوم ان شاء الله وسبب تسمية الـ CLE وتفاصيل المسميات في المرسيدس وقبل ما ندخل في حلقتنا احب اني اشكر الشركات اللي مشاركة معنا هالموسم واكيد الرعاة المرسيدس دائما تتحفنا بسيارات الكوبيه وسيارات الكابريليه اللي هي الكشف وكان فترة من الفترات ما شاء الله السيارات عند المرسيدس تعد وتغلط عندك الـ C-Class وعندك الـ E-Class وعندك الـ S-Class وعندك الـ SL يعني تعد وتغلط في هالسيارات لدرجة انه صارت السيارات جدا متقاربة فكرة المرسيدس انها تدمج بين فئتين السي كلاس الكوبيه والـ E-Class الكوبيه طبعا بالشكلين اللي هم الكوبيه والكابريوليه اللي بتكون كشف قالت خل ادمج السيارتين بسيارة بسيارة وخلونا نسميها سي ال اي طبعا الفكرة ما هي جديدة في الـ 2005 كان فيه اخبار ان المرسيدس قاعد تطبخ شغلة او تطبخ سيارة تسميها السي ال اي احنا في ذيك الايام نذكر طلوع السي ال اس وكسرت الدنيا وقامت تنافسها البي ام والاودي وبدت المنافسة في فئة السيارات الصالون السيدان اللي على شكل كوبيه قالت المرسيدس ليش منطلع سيارة كذا خلطة عجيبة لكن المشروع هذا ما شاف النور الا في الـ 2023 واللي فعلا اطلقت سيارة جديدة سمتها السي ال اي المسميات في المرسيدس يمكن تكون لخبطة للكثير لا من ناحية الارقام ولا من ناحية الحروف فرح نشوف سي ال اي جي ال اي سي ال اي جي ال اس لكن يمكن ينشبك فيهم كلهم او يشترك فيهم كلهم حرف ال ال اللي هو لينك او ربط فرح تشوف في عندك الحرف الاول سواء كان سي او جي مربوط مع الحروف اللي بعدها اللي بتكون مثلا الفئة اللي في المرسيدس مثلا اس معناتنا في الاس كلاس اي اي كلاس لما نتتكلم على الجي اللي قبل فما نتكلم على الجي كلاس فنقدر نقول جي اللي هي جي كلاس مربوطة في الاس جي ال اس جي كلاس الل اي اللي هي ال جي مربوطة في ال اي في ال اي اللي هي الفئة ال اي كلاس الجي اللي هي عبارة عن سيارات ال اس يو في او الكروس اوفر بينما مثلا C اللي هي السيارات اللي بتكون كوبي أو على شكل كوبي فCLE هي سيارة كوبي مربوطة في LE أو ممكن نقول أنها سيارة C Class مربوطة في LE Class شوية الأخبطة حتى الأرقام 200 250 300 450 بعدين 53 بعدين 55 بعدين 63 و 63 S ففعلا المسميات مو بس المرسيدس كل السيارات بدت تتغير فيها المسميات ما لكم في الطويلة نرجع لسيارتنا اليوم اللي فعلا جميلة تصميم مميز تصميم جميل قد تكون لما تعطيها نظرة سريعة تقول كأنها C Class كأنها E Class الموجودة حاليا لكن لما تفكر وتدقق في التفاصيل راح تلقى مثلا أن مقدمة السيارة عنيفة جدا احنا تعودنا أن سياراتها مرسيدس C Class والE Class الكو بي مقدمتها نعمة سيارة هذه لا مقدمتها حادة ممكن تشوف نفس ملامح الأسئل الجديدة الجميلة والخرافية واللي ضيعت كرت البي أم بمراحل ورح تتعب البي أم علشان تنافس الأسئل الجديدة فما بالك بالجي تي الأم جي الجديدة حتى السي ل إي أنا أعتقد أن البي أم يبغى لها تعيد نظرها وتجيب لها مصممين فعلا يدرسون ليل نهار علشان يطلعون تصاميم تنافس السيارة الأودي يمكن توجههم يكون جميل لو طلعونا سيارات بجمال سياراتهم بالستيشن واقع فنقدر نقول أن مقدمة السيارة عنيفة الشبكة الأمامي تصميم جديد بالكامل ثلاثة الأبعاد الإضاءة حادة جدا ولكنها عنيفة جنب السيارة يعطيك انسيابية للسيارة جميلة جدا ولكن لا زال فيه أفخاذ في الخلف أو أكتاف في الخلف يعطيك أن السيارة هذه عريضة وواسعة لو تلتفت الخلفية السيارة فعلا اللي راح توقف وتعطي النظرة هذه وش التصميم الجديد الغريب سيارات الجيل الحالي ممكن تشوف الخلفية فيها قصة ميلة خفيفة بس تقول تكون في الغالب يعني شبه فلات أو شبه مستوية السيارة هذه جاية خلفيتها على شكل شبه دائرة الإضاءة نفس الشيء شكل جديد وتصميم جديد وحركات جديدة لو تجي تشوف حتى الجنوط والرنقات طلعت أشكال جديدة أشكال عصرية وفعلاً وفعلاً لما جتلك بين السي والإي لدرجة أنك ما رح تفقد لا السي ولا الإي فعلاً جابت لك وحدة تغطي لك هذه وهذه فلما أحد يشوفك في الطريق ما رح يسأل سيارتك هي سي ولا إي لا أنا سيارتي سي إل إي فلو بناخذ بعض الأرقام كيف الفرق بين السي الإي وبين الإي وبين السي وين موقع السي الإي من ناحية الأبعاد الخارجية رح نشوف مثلاً أنها أطول من السي كلاس تقريباً 164 ملي أو خلنا نقول 16 سانتي وبنفس الوقت أطول حتى من الإي كلاس الكوبي بسانتي ونص أو 15 ملي لو بنشوف عرض السيارة أعرض من السي كلاس الكوبي الموجودة حالياً تقريباً الإي كلاس الكوبي الحالية الارتفاع رح نشوف أنها أرفع من السي كلاس 23 ملي ولكنها أنزل من الإي كلاس تقريباً ب2 ملي لو بنشوف قاعدة العجلات اللي هي المسافة بين المحور الأمامي والمحور الخلفي واللي يستفيدون منها الركاب اللي داخل السيارة رح نشوف أنها أطول من السي كلاس الكوبي ب2 سانتي ونص بينما بتكون أقصر من الإي كلاس الكوبي ب8 ملي لو بنشوف مقدمة السيارة أطول من السي كلاس الكوبي تقريباً حوالي 10 سانتي وأطول من الإي كلاس كوبي الحالية تقريباً حوالي 4 سانتي بينما خلفية السيارة أو اللي سمونا الأوفرهانج اللي هي المسافة بين المحور الخلفي وآخر السيارة رح نشوف أنها أطول من السي كلاس كوبي الموجودة حالياً ب4 سانتي ولكنها أقصر من الإي كلاس كوبي تقريباً بصانتي ونص التراك ودث الأمامي والخلفي نفس الشي تغيرت التراك ودث الأمامي اللي هو المسافة بين التير اليمين أو الكفر اليمين والإيسار رح نشوف أنها أعرض من السي كلاس الكوبي في الأمام تقريباً 38 ملي أو تقريباً حوالي 4 سانتي بينما رح تكون نفس المسافة اللي موجودة في الإي كلاس الحالية لو نشوف في الخلف المسافة بين اليمين والإيسار أو التير أو الكفر الأيمن مع الأيسر رح نشوف أنها أعرض من السي كلاس الكوبي تقريباً حوالي 7 سانتي رقم كبير جداً تكلم على 7 سانتي أعرض من السي كلاس الكوبي وبنفس الوقت أعرض من الإي كلاس الكوبي ب7 ملي فرح نقدر نقول أنهم حطوا الأرقام في المكان الصحيح يمكن داخلية السيارة اللي بتكون أصغر بشي بسيط جداً من الإي كلاس الكوبي حتى باب السيارة صار أطول من السي كلاس ومو بس حتى السي كلاس أطول حتى من الإي كلاس كوبي تقريباً بسانتي ونص فتشوف عندك باب فتحتها بتكون جداً كبيرة الشي هذا رح يخليك تقدر تدخل السيارة هذه بكل أريحية وبنفس الوقت يعطي مساحة ومجال للركاب اللي بيركبون في الخلف واللي حطت المرسيدس لمسة جميلة على الكرسي الأمامية أو الكراسي الأمامية غالباً يكون فيه مسكة تكون بلاستيك أو ألمنيوم أو كروم أو مواد تكون مثلاً صلبة تفتح الكرسي الأمامي علشان الراكب اللي بيركب في الخلف يقدر أن يدخل المرة هذه ولأول مرة في سيارة المرسيدس خلت الدقمة هذه أو المسكة هذه بتكون من الجلد فتسحب قطعة الجلد هذه علشان تقدر أنك تصفط الباب أو الكراسي الأمامية لمسة حلوة ولما تدخل الباب الشرح والواسع وطويل رح تشوف داخلية جديدة وعصرية ومتطورة طبعاً أكيد ما رح تكون مختلفة بشكل كبير عن سيارات المرسيدس الجميلة الجديدة ولكن رح تشوف عندك شاشات مدروسة بعناية عندك شاشة الساق 12 إنش عندك شاشة في الوسط أقل من 12 إنش بشيء بسيط ولكن في عندك مواد جميلة في عندك الخشب في عندك الكروم في عندك الجلد في عندك الألكنتارة طبعاً الألكنتارة وفرت لك المرسيدس جميع درجات الراحة والفخامة اللي تناسب اختيارك لو بنشوف مساحة الداخلية بما نتكلمنا قبل شوية عن الخارجية الداخلية أكيدنا تغيرت عن السي وعن الإي بشكل كبير بنشوف مثلاً أن مساحة الأرجل للركاب الأماميين زادت تقريباً عن السي كلاس الكوبي بثنين ملي بينما زادت عن الإي كلاس بسبعة ملي نشوف نفس الشي مساحة الأرجل أعزكم الله للركاب اللي في الخلف زادت عن السي كلاس الحالية الكوبي تقريباً خمسة فاصلة ستة سنتيمتر ولكنها أصغر بأربعة فاصلة ثلاثة سنتيمتر عن الإي كلاس الكوبي الحالية مساحة الركب للركاب اللي في الخلف زادت عن السي كلاس الكوبي تقريباً بـ 72 ملي بينما نزلت تقريباً أو قلت تقريباً بـ 7 ملي عن الإي كلاس الكو بي الحالية مساحة الرأس الأمامية للركاب اللي في الأمام زادت عن السي كلاس كو بي بملي واحد ولكنها صارت أصغر من الإي كلاس الكو بي تقريباً بـ 15 ملي نفس الشيء للمساحة الرأس للركاب اللي في الخلف وحن نشوف أنها أكبر بـ 10 ملي عن السي كلاس الموجودة حالياً ولكنها أصغر بـ 10 ملي من الإي كلاس الكو بي الحالية مساحة الأكتاف للركاب اللي في الأمام زادت عن السي كلاس الكو بي الحالية بـ 22 ملي ولكنها أقل بـ 10 ملي من الإي كلاس نفس الشيء مساحة الأكتاف للركاب اللي في الخلف زادت عن السي كلاس بـ 19 ملي بينما بالنسبة للإي كلاس زادت بـ 54 ملي أو خمسة سانتي تقريبا ونص هم عرضوا السيارة من الخلف أعرض من السي كلاس والإي كلاس بنفس الوقت سواء من بره أو من داخل مساحة القلبو أو الكوع للركاب اللي في الأمام زادت في الأمام عن السي كلاس بتقريبا بـ 17 ملي بينما قلت بـ 5 ملي عن الإي كلاس مساحة الأكواع للركاب اللي في الخلف زادت عن السي كلاس بـ 19 ملي بينما في الإي كلاس زادت تقريبا بـ 36 ملي مساحة الدبة زادت عن السي كلاس بـ 60 لتر ولكنها صارت أصغر بـ 5 لتر عن الإي كلاس فبنشوف الأرقام مايلة للأكبر مع اختلاف بسيط لما تجي تقارنها في الإي كلاس خصوصا في المسافة بين المحور الأمامي والخلفي اللي صارت أقل من الإي كلاس الحالية ولكن كعرض السيارة فعلا أعرض من الإي كلاس القديمة أو خلونا نقول الحالية الكوبيا طبعا وإذا تتكلم عن التكنولوجيا فالمرسيدس من الشركات اللي تبتكر التكنولوجيا وتجيب لك الأشياء اللي أو تسبق الشركات الأخرى فلكم تتخيل أنك تقدر تشتغل على تيك توك في الـ CLE الجديدة البودكاست مثل برنامجنا الغربان في رمضان تقدر أنك تشوفه وتستمتع فيه من سيارتك الـ CLE القادمة بإذن الله إذا بنتكلم عن ساوند سيستم وعن أنظمة الساوند سيستم والسماعات اللي بتكون موجودة في السيارة فهي متطورة بشكل لا يمكن أنك تتصورها تخيل الأتم اللي تعودنا أن نشوفه فيه السينما موجود فيها السيارة أو تقدر تطلبه على السيارة الـ Spacious تطور وصار استخدمون نفس اللي تشوفه فيه التكنولوجيا هذي اللي موجودة في أبل الساوند سيستم رح يكون عندك أكثر من خيار بالنسبة للساوند سيستم فرح نشوف أنه بيكون عندك ثلاث أنواع من أنظمة الصوتية الـ Standard بيكون تقريبا 125 واط وبيكون فيه خمس سماعات إذا بتروح للـ Advanced رح يكون فيه تسع سماعات وبيكون 225 واط إذا بتروح للبرمستر الـ 3D أو الثلاثة الأبعاد فعندك 17 سبيكر في السيارة هذه وبتكون 710 واط يعني تقدر تستمتع أنك تسمع البودكاست اللي ناسبك بدرجة نقاء غير طبيعية أو تسمع مثلا أو تشاهد الفيلم السينمائي حقك اللي تبغى تسمعه أو تسمع الميوزيك اللي تحبها بصوت خرافي رح نشوف أنه عندنا مجموعة محركات سواء كانت أربع سينندر أو ستة سينندر ممكن نرى في المستقبل كهرباي ممكن نرى في المستقبل ثمانية سينندر ولكن حالياً نتكلم على الميتين والثلاثمائة والاربع مية وخمسين والففتي ثري فبنشوف مبدئياً الأربع سينندر ممكن أنه يعطيك تقريباً مع المايلد هايبرد ميتين وأربع حصان وثلاثمائة وعشرين نيوتم متر العزم التصارع من صفر إلى مية في سبعة فاصلة أربعة والسرعة القصوة بتكون ميتين واربعين كيلو متر في الساعة لو نروح للثلاثمائة نفس المحرك اللي هو الالفين سي سي طبعاً كلهم تيربو رح يعطيك تقريباً ميتين وثلاثمائة وخمسين احصان واربع مية نيوتم متر العزم والتصارع من الصفر إلى المية في ستة فاصلة اثنين ثانية والسرعة القصوة بتكون ميتين وخمسين كيلو متر في الساعة طبعاً بتكون محددة الكترونياً لو نروح للاربع مية وخمسين رح تكون الستة سلندر اللي بتكون وراء بعض أو الآي سيكس مع التيربو رح تعطيك تقريباً ثلاثمائة وثمانين احصان وخمسمائة نيوتم متر العزم رح تعطيك تسارع من صفر إلى المية في أربع فاصلة أربع ثواني والسرعة القصوة رح تكون محددة الالكترونية بميتين وخمسين وفي محركات الديزل ولكن غالباً محركات الديزل ما تجي عندنا في الخريج نجي للففتي ثري اللي هي بتكون بين الفئات العادية أو الفئات التقليدية وفئات الـ AMG اللي بتكون رياضية وقوية جداً رح نشوف محرك الـ I6 أو الست سندرات اللي وراء بعض التيربو ثلاثة لتر رح يعطيه تقريباً أربعمية وخمسة وخمسين احصان وستمائة نيوتم متر العزم طبعاً بتكون فورماتيك والتسارع من الصفر إلى المية في أربع فاصلة ثواني والسرعة القصوة بتكون محددة الكترونية بالمئتين وخمسين كيلو متر في الساعة كل السيارات هذه بتكون مربوطة مع غير من المرسيدس اللي هو التسع سرعات نجي للي يميز السيارات الرياضية عن السيارات التقليدية اللي هو نظام التعليق فرح تشوف عندك ثلاث خيارات تختار فيهم النظام التعليق اللي ناسبك النظام الأول اللي بيكون ستاندرد اللي بيكون غالباً مريح يعطيك قيادة مريحة القيادة اليومية تروح الدوام الجامعة تروح ويكند تستانس سيارة تكون مريحة وتحسسك بالفخامة فهذا بيكون جداً ممتاز إذا أنت شخص تقول لا ودي أحس بالأداء الرياضي فرح يكون عندك نظام تعليق رياضي طبعاً هذا بيكون option إضافي تطلب على سيارتك وسواء هو أو النظام العادي كلهم أنزل من السيارات السيدان أو الصالون تقريباً بصانتي ونص علشان يعطيك الحضور الرياضي والشكل الرياضي والأداء الرياضي إذا والله عندك دراهم زيادة وتبي لا تبي إنه يكون عندك أنت الكنترول وتقدر تتحكم في سيارتك تخليها تكون مريحة وتكون قاسية سيارة تقرأ الطريق إذا كان الطريق مكسر وحالة حالة تبدأ سيارة تمتس الصدمات وتعطيك إحساس الفخامة اللي تتوقع حمال مرسيدس رح يكون عندك الخيار الإضافي اللي يسمونه الديناميك بادي كونترول رح يكون عندك الكنتونيوس أدجستبل دامبينغ اللي هو النظام النظام التعليق المتكيف التفاعل يحاول يقلل من ميلان السيارة في الكورنرات وبنفس الوقت يعطيك إحساس الرياضي أضافوا شغلة الريير ستيرينغ مع السيارة الجديدة رح نشوف إن الكأفرات أو التوائر أو المحور الخلفي يتحرك مع المحور الأمامي حسب مدخلاتك أنت كقاهد فبنشوف مثلا داخل الباركينغ أو داخل المجمعات أو المواقف الضيقة رح تتحرك معك التوائر الخلفية علشان تحسسك إن السيارة هذه فعلا صغيرة وتحاول إنك ما تعور أو تجرح الرنقات الجميلة اللي بتكون في الخلف فرح تحاول إنها تعدي اللفات أو الأكواع وما تحك سيارتك في الصبة أو الرصيف أما لو عديت سرعة الستين كيلومتر في الساعة فرح تبدأ تتحرك التوائر أو المحور الخلفي مع المحور الأمامي فرح يحسسك إن السيارة طويلة وعريضة وفيها ثبات جميل على السرعات العالية وعلى المنعطفات أما إذا بنتكلم عن أنظمة مساعدة الساق وأنظمة الأمان والقيادة الذاتية فأعتقد الواحد إنه يستحي يتكلم عن مرسيدس ويتكلم عن الأنظمة هذه فعندك مجموعة وحزمة أنظمة تعد ولا تحصى من الأنظمة التي تختار منها اللي ناس بك أو أنك ترفض اللي ما يناسبك لكن الجميع في مرسيدس أنها صارت تحط في كل سياراتها اللي يمنع الاستدامة الأمامي كميزة قياسية في جميع سياراتها لذلك دائما أقول لما أشوف مرسيدس من السيارات المرسيدس الجديدة وراي بعد حفظ الله ورعايتها ما أحس بأي خوف لأنني متأكد أنه حتى لو كان السواق اللي وراي أو صاحب المرسيدس اللي وراي ما هو منتبه السيارة رح تنتبه ورح تمسك بريك قبل لا يصدم في اللي قدامه والكثير من المعلومات والكثير من التكنولوجيا اللي موجودة في السيارة هذه ولكن ما حبيت أن الحلقة تكون طويلة جدا إن شاء الله أنها تكون ضيفة في يوم الأيام في يوسف شو ونعطيكم تفاصيل السيارة هذه من خلال الكاميرا اللي تعودت عليها من يوسف شو أتمنى أنكم استمتعتوا معاي في حلقة اليوم عن السي ال اي الجديدة ونشوفكم إن شاء الله غدا مع سيارة جديدة في حلقة جديدة وفمان الله